وصلنا لفقر التكنولوجي ومع فادي دايما نشوف هيك اخر الاختراعيتي اللي عن جد بتهم كل انسان يعني انت شوي هيك بتروح اكتر انسانيا صحيا على الايتمز يلي اللي فيدو رحقول قوي في صباح الخير للمشاهدين لانه مع الايتمز اللي عنايون رح نحكي شوي صحة باخر ايتمز هلا قديش الوقت بساعدنا بس بالمبدأ تتذكري في كذا مرة حكينا عن بوردس سكيتبوردس اللكتريكل حتى في شي صنوه هوفر بورد اللي عنده دوليب واحد بالنص هيك شوي كبير كمان بنقف عليها متل سكيتبورد بس كلها تسميات فينا نقول دي هوفر بورد هلا مزبوطة هي اركة اركة بورد هي مزبوط ما فيها ولا دوليب ولا شي متل اذا بتتذكري بس البورد كان طبعه كتير صغير يقدر حطه بالباكباك بالفيلب هوني متذكر الفين بس انه هالتفاصيل يعني فاندي زدتا شوي علي بلا لانه كتير من هيدول هيدول تفاصيل هيدول 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 جملة مشهد من الفيلم عم تابع عليكي لازم جيد مشهد من الفيلم هالبورد هي مزبوط اول فينا نقول هوفر بورد نوجدت له هلأ رح نشوف هلأ بالفيديو عم تشوفي انه ما عنده دوليب ابدا هلأ اكيد شكله شوي غريب رح للك ليه لانه او الشكله كتير كبير فينا نقول هي كأنه طايرة هي فيها 36 مروحة تقريبا عم نشوف هون كيف مركبة 36 مروحة هني بالتحديد مثل موتوريت هالموتوريت قادرين يعطوا قوة 272 حصان يعني تخيليون على سيارة قدبتكم سريعة السيارة هون عم نشوف انه هالموتوريت عم يقدروا يرفعوا البورد ليوزنة 82 كيلو هي لحالة لانه فيها بطاريات كمان مع الشخص الموجود عليها سوو تخيلي قديش قديش في عنده بوستنس عالي بس بدا صعوبة انه بدا اكيليبر كتير مهم يعني شفنا هون عم بيكون فيه صعوبة انه يكون صحيح صحيح لانه هون كمانا هلأ اذا بقي معنا وقت عم نشوف بالفيديو شوفي حتى مرتوعة بتجرب كانت توقف عليا ومنها سهلة ابدا مثل السجادة السحرية صحيح بدا بدا شوية بدا كتير اكيليب بس الفكرة المهمة انه قدروا يحققوا هالانجاز قدروا يعملوا هوفربورد صحيح بعدها حجمه كبير ووزنه تقيل وبده تقريبا حوالي ست ساعات لحتى تشرج وما بتضاين لوقت طويل بتضاين وقت كتير قصير هايدي المشكلة بالوقت الحاضر فيها سريعتها ماكسيما ما بتتعدى العشين كيلومتر بالساعة مانا هيني اكتشيلي عشين كيلومتر كمان نيحة لشخص واقف عليا يعني بالنهاية وصعر كتير غالي يعني كأنه بعدها ديمونسراسيون يعني بعدها كمانا كأنه تحت التجربة كأنه بس سافيك تشترية مية بالمية سافيك تشترية بشريجة بخمسة وثلاثين فيا ديجا نزيل دغري برا بعضهم شاء الله الولاد يكونوا بعضهم نايمين اهم الشي لانه بعد ما ارتحنا من الاربورد هايدي صعب كتير هاي بعتقتنا هايدي شعب صعب كتير لها لتكون هايدي موجود عمليك وزنة 82 كيلو يعني بده شخصين يحملوه ما بتنحملوش حلحظت قدي حجمه بعضه كبير لتساع كل هدول الموتوريات اللي موجودين بقلبها منها هاي هالمروح اللي عم تخليها ترتفع عن الارض عم ترتفع تقريم حوالي 30 سنتيه عن الارض فعلا نسألين هايدي بتاعلا راح نروح لتاني ايتم تاني ايتم ما حبيته كتير لانه عادة انا ما عارف انه كل شي بلاستيك بياخد وقت كتير يمكن كذا ما بعرف لو فيست سنين او ملايين سنين لحتى يتحلل بالطبيعة بالوقت الحاضر لقوا طريقة جديدة كتير فعالة يقدروا يستعملوا بلاستيك وهالبلاستيك هو مية بالمية بيو ديجراداب بيو ديجراداب بيو ديجراداب من بعد ما عملوا تجارب كتير كبيرة واستعملوا كتير مواد وذات الوقت حرارة حرارة عالية ولفترة طويلة حرارة عالية وحرارة مسقعة وحرارة كل شي عملوا كل التستيات بالوقت الحاضر قدروا يلاقوا هالكمبينيشن انه يعملوا بلاستيك يكون هالبلاستيك ريسايكلبل وبيو ديجرادابل مثل ما انت قلت بيتحلل بالطبيعة ما بيضر ما بيقزي وما بيضاين لفترة كتير طويلة ودو لنا طولي بالك ليبلشوا فيها يعني بده هلا دخيلكن بلشوا بسرعة هلا اكتشفوها بس نشوف انت بده يبلشوا تصنيع هال تعرفين انا نستعمل بلاستيك نحنا كتير بحياتنا اليومية بين اناني بين اكتر شي اناني فينا نقول حتى وخبار يعني في كتير قصص بلاستيك عم نستعملها هايدي راح يتمون فينا نقول شوي حل بديل لقلب تالت ايطم قلنا راح نكي شوي عن الصحة صحة كتير مهمة حب الدوة يعني هايدي مش حيال لحب الدوة هايدي زيت السمك ييه ما تذكرني لحظة كل العالم بتقول انو زيت السمك بنصح بينما اكتشفوا هلا باليابان شو شفت لحظة لحظة اكتشفوا باليابان شغلة كتير مهمة انو زيت السمك بيساعد على حرق الدهون بالجسم ليش نحن نعرف انو في خلايا بيضة اللي هي بتجمع الفات وفي خلايا بني اللي هي بتحرق الفات وهي اللي بتعطينا الحرارة للجسم تحرق الفات لتعطي حرارة للجسم خلايا البيضة بتخزن الفات هلا اكتشفوا انو صار في خلايا لون باج وهالخلايا الباج هايدي اكتشاف جديد هالخلايا الباج هني بيساعدوا الخلايا البني ليحرقوا الفات بالجسم والخلايا الباش بيقدروا يتغزوا من زيت السمك وبيقدروا يساعدوا على حرق الدهون وعلى تخفيف من الوزن وتخفيف من النصاحة فينا نقول من السمن الزيدي طب أنا كنت أخذ منه أنه أنا صغير إلا أنصح شوي شاكلوا النتيجة بس طلعت الفكرة أنه هي بتتحول بمحل المحلات لحتى ضعف تبخي؟ لا تحرق وضعف هلأ مبساطة بالنتيجة هلأ قبلت نتيجة حلوة والفكرة حلوة كتير فتنشوف كيف بدأ يصيروا يستعملوا من نهاية أكيد أنا عمشوف أحبوب يمكن رح يضل استعمال أحبوب بس أني عملوا عليها تستيط عملوا عليها تستيط حتى على الفيران وبيّن أنه نوعين أو مجموعتين كل مجموعة أكلت زيت الشي بس المجموعة اللي أخذت هالزيت السمك نصحت أقل بعشرة بالمية وجمعت فات أقل بـ 25% من المجموعة الثانية شو حلوة هالخبرية فادي نعم مرسي هذه خبيري ميحة على العيد لا جاني تانكيو لأهلك فادي هذه كانت أخبار تكنولوجيا اليوم وقفة سريعة وأوتوفوكس